نظمت جامعة المينيا المعرض الابتكاري المجمع لحاضنات الأعمال ومشاريع ريادة الأعمال المجتمعية على مستوى جميع الكليات تحت الشعار بالإبداع والابتكار تحيا مصر يضم المعرض المبتكرين من الطلاب والخرجين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وذلك في مجالات متعددة أبرزها الهندسة والبرمجيات تحت الشعار بالإبداع والابتكار تحيا مصر أقيم المعرض الابتكاري المجمع لحاضنات الأعمال ومشاريع ريادة الأعمال المجتمعية على مستوى كليات جامعة المينيا المعرض يهدف إلى تعزيز دور الجامعة في تبني نهج الابتكار وريادة الأعمال بين منتسبها والذي أصبح ضرورة في وقتنا الحاضر لخدمة رؤية التنمية المستدامة بمصر أهداف بتاع المعرض أنا شايف أن النهاردة كانت متحققة بطريقة جميلة جدا وواضح جدا من القبال ومن الحجم الابتكارات الموجودة ومن الحماس بتاع كل المشاركين في المعرض والمعرض كمان مستمر لحد بكرة لبناء الطلاب والطلاب الوافدين بحيث يشوفوا الابتكارات الموجودة في جامعة المينيا المعرض يضم المبتكرين من طلاب وخريجين وباحثين وأعضاء هيئة تدريس وعاملين وذلك في المجالات الهندسية والإلكترونيات وفي المجال الزراعية والاختراعات والابتكارات والبرمجيات بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة المنتجة والصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية والمنتجات الفنية والوسائل التعليمية المبتكرة شرابي تعداد لابتار التعليم وأنا ضايف في اللا وزكاة الصناعي في تقنية شارج بيتلا ويساعد المستخدمين يستفسر عن أي معلومة ويجاوبهم وبرضو لأنا ضاف مقرارات والمساعدات التكنولوجية لأي متعلم يدخل هيفيده في عرض المحتوى كناص كفيديو كصورة بقدم الروبوتات من ضمن الروبوتات المستكشف في آخر حاجة وصلت له إلى ممكن يجازف يخش فيه أماكن خطرة أماكن وعرة وهو يتصلك اللي هو مش معمول بيسيره وبعجل لعدة بيخطو خطوات عادة زي البشر بالضبط ينقل خطوات يصلك جبال يخش في مناطق مية كده وعرة وتتم المفاضلة بين المشروعات في المعرض على أسس الابتكار ومدى مساهمتها في تنمية المجتمع وخدمته مع إيجاد حلول عملية لتحدياته